بست لغات مختلفة تطبع بلدية مدينة بوستون البريطانية منشورات حدثها الرياضي السنوي الأهم أخبار مرثون المدينة تقرأ بالإنجليزية واللاتبية واللتوانية والبولندية والروسية والبرتغالية لا تفعل السلطات ذلك رغبة منها بالتنويع بل تفعله مضطرة في مسعى منها لتغيير سمعة المدينة والتي تتصدر منذ أعوام قوائم الرافدين للقبول بغير البريطانيين كالزيت الذي يصب على النار لتزداد اشتعالاً لعب ملف المهاجرين الدورة في الاستفتاء البريطاني القضية ليست بجديدة وأحصاءات كثيرة كانت قد رصدت الأهواء المستاءة وعليه لم تفاجئ مدينة بوستون أحداً بخياراتها المدينة الأسوأ بالتعامل مع المهاجرين سبقت غيرها بالتصويت على الطلاق مع أوروبا بنسبة 75% قال السكان هنا نعم للخروج ونعم لإغلاق الحدود في وجههم ابنتي تعمل في المستشفى وابن معلم ويخبراني دوماً عن الإزياد الهائل بأعداد الأجانب وهذا ما يجعل حياتهما أصعب لدينا صفوف بالكامل لا أحد من طلابها يتكلم الإنجليزية هل برأيي كذلك أمر صحيح؟ الإحصاءات تدعم مخاوف وتساؤلات هؤلاء الذين باتوا يطلقون على أنفسهم اسم الإنجليز البيض أو نحن مقابلهم الآخرين والآخرون هم المهاجرون من دول شرق أوروبا والذين تفوق نسبتهم في بوستن اليوم نسبتهم في أي مدينة بريطانية أخرى واحد من بين كل عشرة أشخاص في المدينة ليس بريطانية الأصل بل مهاجرون قدم إليها بحثاً عن فرصة عمل أفضل من بلده ما يقلقني هو البنى التحتية وفرص العمل الحكومة لا تقوم بأي شيء هي تعلم أن هناك الكثير من المهاجرين ولا تفعل شيئاً وعلينا تحمل كل الأعباء على حسابنا تعرف بوستن بالسلة الغذائية لبريطانيا إيجاد فرصة عمل بالنسبة لمهاجر أمر ليس بالصعب فهلاء يقبلون بأجور منخفضة في الحقول لا يقبل بها الإنجليز يؤسسون لمتاجرهم وعمالهم الخاصة بأسعار تنافس الأسعار الإنجليزية ما يعني أن شركات محلية قد اضطرت للتراجع في مواجهة ما تراه الأغلبية هنا استغلالاً ونهاية لهوية بلدهم أحلام أوروبية تحولت في بوستن إلى هواجس وشعارات غاضبة ورقة لعب عليها حزب الاستقلال يوكيب هنا باحتراف في بوستن ومنذ سنوات سبقت الاستفتاء ينشط واحد من أقوى مراكز الحزب الذي رفع في الاستفتاء شعار أعيد لي بلدي ملأ بها المدينة وكان يعلم أنها لن تخذله